لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد وزي ما قلنا في البداية النهاردة عندنا لقاء خاص جدا لنهارك سعيد مع السيد نايف حواتما أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وفيلسوف التورة الفلسطينية كما يعلم الكاثرين السيد نايف ينتمي لحركة القوميين العرب وتحمل قيادة هذه الحركة لسنوات طويلة سواء في الأردن أو في الضفة الغربية هو أيضا من أبرز اليساريين العرب والمشاركين في معارك التحرير العربي النهاردة بشرفنا بوجوده معينا في نهارك سعيد صباح الخير يا فندم شكرا لكم وشكرا لإتاحة هذه الفرصة للتخاطب معرأ العام في مصر وفي البلاد العربية وكل من يستمع ويتلقى هذا البرنامج صباح الخير يا فندم وأولنا عايزين نعرف من حضرتك سبب الزيارة في هذا التوقيت بالذات لمصر نحن في زيارة رسمية بناء على دعوة من القيادة السياسية المصرية المعنية بالملف الفلسطيني ولذلك أجرينا وسنكمل مباحثاتنا مع السيد موافي مسؤول الأمن القومي ومسؤول المقابرات العامة باعتبار أن الملف الفلسطيني موجود بيده كذلك مع وزير الخارجية وكذلك سنجري مباحثات مع الأستاذ نبيل العربي الأمير العام للجامعة العربية هذه المباحثات جميعا تستهدف القضية الفلسطينية بما وصلت له دور مصر في هذه القضية الفلسطينية وخصوصا دور سياسيا والدور بالانقسام في الصف الفلسطيني الذي يجب أن نعمل على تجاوزه لإسقاطه وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية كنا قد وقعنا على اتفاق شامل جميع الفصائل والقوى الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة ومنظمات المجتمع الأهلي بأربع مايو هذا العام على أن نبدأ بتطبيقات هذا الاتفاق وقعها كل مننا بحواتمية بمازن مشعل وكل الفصال الفلسطينية لكن بقي هذا الاتفاق معطل حتى الآن والتعطيل ناجم عن تعقيدات ووضع العصي بالدوليب على يد فصائل معينة ولذلك يجب أن نفتح الباب من جديد إلى الأليات التنفيذية والتطبيقية لاتفاق أربع مايو هذا أولا وثانيا للتواصل مع الخارطة الحزبية والنقابية والسياسية المصرية والرأي العام المصري لما لمصر من وزن شعبا ودولة على مجموعة طورات القضية الفلسطينية في زيارة عمل زيارة رسمية بشكل واضح سيد نايف ثورات الربيع العربي كيف تراها؟ وحضرتك في تصريح لك قلت أن ثورات الربيع العربي سواء في مصر أو في ليبيا أو في تونس لم تكتمل بعد نحن نمر الآن بمرحلة ثورية عربية جديدة هذه الانتفاضات والثورات هي تعبير عن موقف الشعوب العربية وفي المقدمة الشبيبة التين إيجز من أنظمة الاستبداد والفساد بعد بيات شتوي في الحياة العربية على امتداد 40 عاما تقريبا من عام 1970 حتى يومنا وهذه الانتفاضات والثورات تهدف وتستدعي النضال الصبور والمتراكم من أجل إنجاز ما تطرحه في الميادين من ميدان التحرير إلى ميدان شارع الحبيب بورقبة إلى ميدان محمد الخامس بالرباط إلى ميدان صنعة للحرية وهكذا أيضا بالبلدان العربية الأخرى ورأيي أن هذه المرحلة الثورية الجديدة لن يستطيع أن يفر منها أي نظام عربي ستصل إلى كل عاصمة عربية بزمن ما بلحظة ما لأن المرحلة الجديدة للخلاص من البيات الشتوي 40 عاما تستهدف ثلاثة محاول رئيسية أولا إسقاط نظام وأنظمة الاستبداد والفساد ثانيا الديمقراطية التعددية بكل ألوانها الأيدولوجية والسياسية والحزبية والنقابية والاجتماعية وثالثا العدالة الاجتماعية ولهذا الأوضاع العربية الشوارع العربية لن تهدأ على امتداد هذه الفترة وأعتقد أن هذه الشوارع ستنتصر بإرساء أوضاع جديدة في كل بلد من البلدان العربية يحمل البرنامج الذي طرح بالميادين برنامج لا لأنظمة الاستبداد والفساد الشعب يريد إسقاط هذا الشعب يريد الديمقراطية التعددية التي غابت عن الحياة العربية في الأربعين سنة الأخيرة وحتى غابت عن الحياة العربية عشريات السنين الأخر بل أقول قرون عديدة غابت في ظل أنظمة أخذت تسميات متعددة لكنها كلها كانت ذات طبيعة ديكتاتورية ذات طبيعة استبدادية شمولية وبالتالي هذا سيسقط وسيتهاوى وثانيا الديمقراطية للشعوب ستفرض نفسها والعدالة الاجتماعية حيث نجد مجتمعات عربية خاصة بالسنوات الأربعين الأخيرة تدهرت بمنهجية اقتصادية واجتماعية نيو لبرالية متوحشة أدت إلى شريحة صغيرة أصبحت أثر الأثرياء والشعب بمكوناته الكبرى الطبقة الوسطى الطبقات العاملة الفقيرة الفلاحين في المدينة والريف المهمشين البطالة هذا كله يجب أن ينتهي بمنهج جديد اقتصادي واجتماعي يؤدي بالضرورة إلى العدالة الاجتماعية أكيد يا فندم كثير من المحايلين السياسيين يذهبوا إلى أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هي لها دور متميز جدا من ناحية التحليلات الثورية ولكنهم في نفس الوقت ينشدوها أن يكون لها دور أكبر على الأرض في تدعيم الثورة وتدعيم الحركة وتدعيم المصالحة وتدعيم كل الخطوات السياسية المنشودة لتحقيق الاستقرار المنشود في فلسطين أكون معكم صريحا ومباشرا هذه مسؤولية بتغييب ما يجري فعليا على الأرض وبالميدان الميديا العربية بما في الميديا المصرية نادرا ما تأتي على أخبار كل اللوحة الفلسطينية الفعلية المشهد الفلسطيني بكل مكوناته ليس حاضرا على الشاشة لا المصرية ولا العربية لماذا أيضا هذا مقصود في تقديري فضلا عن نقص الذين يقومون بهذا العمل مهنيا مقصود أن يبقى الوضع العربي بكامله يمين يمين لا أن يكون بالوضع العربي قوة مؤثرة فاعلة تتخذ مواقف حداثية تدفع بالأمور إلى الأمام باتجاه تحديث تطوير الحياة في كل بلد من البلدان العربية ولذلك تجد أن التمحور عندما تتطلع إلى الشاشات العربية إما يمين مدني أو يمين ديني طائفي بينما القوى التحررية الوطنية الديمقراطية وذات المنهجية التقدمية التي تدفع إلى الأمام نحو عالم العصر الحديث فالحياة العربية بكاملها لا زالت خارج العصر الحديث قبل الحداثة ضع علينا القرن العشرين بكامله على كل العرب في هذا الميدان وبالتالي حتى الآن لا يوجد بلد عربي واحد دخل عصر الثورة الصناعية 57 بلد عربي ومسلم بلد واحد دخل عصر الثورة الصناعية ماليزيا وتأثير محدود أما كل البلدان العربية والبلدان المسلمة لم تدخل الخطوة الأولى بثورة الصناعية هذا كله يعني الإصرار بالميديا من يملك يحدد توجه الميديا الإصرار أيضا أن تبقى بإطار يمين مدني ويمين مذهبي طائفي فهذا أولا ولذلك يجب تصحيح منهجية وخاصة في البلدان الناشبة فيها ارتفاضات وثورات مصر، تونس، المغرب الأقصى، اليمن وببلدان عربية أخرى تناضل على هذا الطريق هذا ثانيا وثالثا الوقائع ليست كما يقول هؤلاء الغائبين أو شبه الغائبين عن وقاء الحياة اليومية الفلسطينية الحياة اليومية الفلسطينية يوجد ثلاثة قوى رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية جبهة ديمقراطية فتح جبهة شعبية وفصائل أخرى طبعا ويوجد فصيلين ذات منهج ديني سياسي يقوم على تدين السياسي وتسييس الدين الأخوة بحماس والجهاد وعليه أقول الذي يأخذ المبادرات المتواصلة على الأرض وبالميدان ومن وجل وضع حد للسياسات الإنقسامية ويعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية هي جبهة ديمقراطية أولا لا يوجد فصيل آخر مبادر بهذا الاتجاه وفرضنا مع قطاعات شعبية واسعة وتتساع على جميع القواء أن نعقد حوار وطني فلسطيني شامل خمس جولات كبرى من عام 2005 حتى الآن كما نحن الذين قدمنا مشاريع قوانين انتخابية نعود فيها للشعب في المجتمع بكل مكوناته وفي المؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة الفلسطينية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تقوم على التمثيل النسبة الكامل حتى نوحد الشعب ونضمن مشاركة كل التيارات وكل الاتجاهات في تحديد مصائر القضية الوطنية تقرير المصير دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 67 عاصمة القدس العربية المحتلة عام 67 وحق الشعب اللاجئ بالعودة إلى دياره وفق القرى الأم 194 أيضا المبادرات لوقف هذه المفاوضات الفاشلة والتي جرت بالطريق المسدود 20 عام من عام 1991 إلى عام 2011 والفتح على ضرورة العودة إلى مرجعية جديدة لا تبقي الانفراد الأمريكي بالقضية الفلسطينية دوليا نحن بالجبهة الديمقراطية للأمم المتحدة مرجعية جديدة بقرار جديد يعترب بدولة فلسطين بهذه الحدود عاصمتها القدس المحتلة تحت الاحتلال وغزو استعمار الاستيطان والدعوة من أجل مساعدتها من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للخلاص من الاحتلال وفتح الطريق أمام تقرير المصير وبناء الدولة كذلك على الأرض بالميدان بكل وسائل النضال الجماهيري في المقاومة الشعبية في المقاومة السياسية وأيضا في المقاومة المسلحة الجبهة الديمقراطية واحدة من القوى الأساسية ولها عمليات شهيرة ومشهورة أول أمس استشهد ابن الجبهة الديمقراطية في قرية النبي صالح بضفة الفلسطينية ابن الجبهة الديمقراطية وأعلن ببيانة عن الجبهة الديمقراطية ومنصق عن الجبهة الديمقراطية مع ذلك الشاشات العربية جاءت على ذكر شهيد فلسطيني استشهد بقبل غازية ضربت على وجهه دون أن تذكر انتباؤه بينما لو وقع هذا الشهيد من فصيل معين بالذات لو وجدنا أن الميديا العربية وخاصة الخليجية تطنطن 24 ساعة ولذلك أقول يجب حل مشكلة الشاشة في كل بلد من الملدان العربية على قاعدة أخذ الوقائع كما تجري وبيومياتها لتكون على الشاشة أي لينشأ وضع من العدالة والديمقراطية في التعاطي مع الفصائل الفلسطينية ما قلت أنت صحية الجبهة الديمقراطية قوة فكرية وسياسية مبادرة هائلة وكل من يقرأ الأدبيات الفلسطينية وما كتب عنها فلسطينيا وعربيا ودوليا يلحظ الدور المميز المبادر الفاعل للجبهة الديمقراطية لا يمكن أن يكون هذا الدور بهذا الفعل الكبير وبانتظام لو لا أن بيده أيضا قوة على الأرض وفي الميدان فعل على الأرض وفي الميدان وإلا تحول إلى مجرد تبشير إلى مجرد دعوة بينما يشق طريقه في الحياة الفلسطينية ويؤثر كثيرا على الأوضاع العربية وعلى قوة التقدم والتحرر والسلام الحقيقي للشعوب في الحالة أيضا الدولية